اشتركوا في القناة والسحاب والسنى انا تتابع علمنا انا البناء انا الانسان انا الانسان هو برنامج يبني امل وممارسات التعايش ويستهدف القاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه انا الانسان يعيد النظر في علاقاتنا الانسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الامة ويبحث في الهوية الوطنية انا الانسان برنامج يومي من اعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي انا الانسان من اخراج خالد المرباطي بسم الله الرحمن الرحيم ربي شعي صدري ويسر لي امري وحب العقدة من لساني في القول نحييكم أيها الأخوات في برنامجكم أنا الانسان حيث سنكمل في هذه الحلقة عن كيفية التعامل مع كلام الناس وسنركز على كيفية إلهام الآخرين من خلال تجاوز كلام الناس فمرحبا بكم مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا ليقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أن ترابح وغدا ترجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى لطالما رددنا أيها الأحبة في بيوتنا وفي مدارسنا ونحن في رحلة الحياة على مسامعنا وعلى مسامع أبنائنا واصدقائنا الحكمة التي تقول رضى الناس غاية لا تدرك فنحن نقول هذه الحكمة ونرددها من منطلق حرصنا على ضرورة عدم الاستماع لكلام الناس إلا لما فيه فائدة منهم أو لهم وما أن يمضي العمر حتى تنهمر على آذاننا مرة أخرى عبارات صعبة لا يمكن تقبلها من الناس فيعيش الإنسان مننا في خوف من كلام الناس الذي أصبح عقبة أمام أحلامنا وطموحاتنا المستقبلية وحتى واقعنا الذي نعيش فيه فالتغاضي عن كلام الناس هو فن لا يتقنه إلا القليل ولكن لو أردنا أن نتعلمه نستطيع أن نتعلمه وبالتالي نسخره لكي نفهم واقعنا ونتعامل معه بشيء من الذكاء والإبداع فبالتالي نتجاوز أولئك ضعاف النفوس الذين يريدون أن يسيطرون على الناس من خلال كلامهم فكلما تعرفنا على النفسية التي يدير بها ضعاف النفوس التأثير على الناس بالكلام كلما استطعنا أن نتجاوز أن نحشي قلوبنا بالحقد والقل والحسد أو نحشي قلوبنا بعقولنا بالخوف والأفكار السلبية فكلما ثقلت عقولنا بالأفكار السلبية تثقلت حركتنا وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان أن نحقق هدفا في الحياة أو نصنع من خلاله عطاء جديدا في رحلة الحياة ألا يا نفس هل ضاقت بك الحيل لكي تغزي الفؤاد وفيه نقتتل كأنك لا تريدين السلام ولا ترين بأننا بالحب نكتمل وتؤكد الدراسات النفسية والاجتماعية أيها الحبة أن الخوف المستمر من كلام الناس لا يقود فقط إلى التردد في اتخاذ القرارات وإنما يجعل الإنسان مننا لا يستطيع أن يتخطى تأثيره وبل يجعلنا تأثير كلام الناس كأننا عبيدا ننصاع لتأثير هذا الكلام فنصبح ننفذ ما يقولونه الناس أو ما يبتغيه كلامهم فينحرم الإنسان مننا في الاستمرار نحو تحقيق أهدافه وكلما فكرنا في كلام الناس حول طريقة لباسنا أو تصرفاتنا تنتابنا موجة من التردد المؤقت وكلما فكرنا فيما هو أهم ربما في قرارات مصيرية لحياتنا ستنتابنا أيضا موجاتهم من التردد الصعب والمزمن ولكننا كلما واجهنا موقفا صعبا وبدلنا جهدا خاصا لنبغى متحرغين وخفيفين من كلام الناس كلما زاد حماسنا وزاد التقدم الذي سنحرزه نحو تحقيق رحلة مهمة في الحياة ونحو إلهام الآخرين لذا يقول الشاعر إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرى سليمه دواعي الصبر لا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا ولذا يقول أبو الحسن البصري البغدادي الشهير بالمواردي في كتابه أدب الدنيا والدين والداعي لهذا التأويل شيئان التغافل الحادث عن الفطنة والتألف الصادر عن الوفاء فالإنسان منا يتغافل ليس عن غباء منه ولكن عن فطة منه ويتألف الناس من خلال صبره على كلامهم ووفائه لهم ولذا يقول بعض الحكماء وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل ويقول آخر من شدد نفر ومن تراخى تألف والشرف في التغافل ويقول شبيب بن شيبة العاقل هو الفطن المتغافل فليكن أيها الأحبة تفكيرنا مختلف عن تفكير بقية الناس من حولنا بداية بأن نبتدي أن دائما نتذكر أن لا نتأثر داخليا من كلام الناس سلبا أو إيجابا مع إيماننا بأن الجميع لا يمكن أن يفكروا بالطريقة ذاتها فما يبدو للبعض صحيحا يجب أن نراه قد يكون خاطئا بالنسبة للآخرين وما يبدو للآخرين خطئا قد يبدو للبعض الآخر صحيحا فلا يمكن الاعتماد على كلام الناس في تقرير الصواب أو الخطأ لأن ذلك مبني على أفكار الناس طبقا لثقافتهم ومجتمعاتهم وخبراتهم السابقة لنخاطب النفس فنقول لها التأثر بكلام الناس لا يغير من غرارتنا شيئا لا أتنازع عن أهدافي لأجل قولي أحد وكلام الناس مؤقت التأثير والصدى أما هدفي فهو نقطة فاصلة في حياتي ومن القصص الجميلة من السيرة التي تروي عن أهمية التعامل مع كلام الناس هي القصة التي تروي عن توزيع قنائم حنين وتقسيم أربعة أخماس القنائم على الجيش بكامل ثم توزيع الخمس المتبقي على المؤلفة قلوبهم من طلقاء مكة وزمع مائها وكذلك زعماء القبائل العربية المختلفة وكان توزيعا سخيا فقد بلغ نصيب البعض مئة من الإبل وتجاوز هذا الرغم للبعض الآخر وكانت العلة في ذلك هو عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أن يصنع الاستقرار في الدولة الإسلامية وأن يوازن بين مصلحة هذا الاستقرار وبين مفسدة حرمان المجاهدين الذين بدلوا الجهدة والنفسة في سبيل ذلك وكانوا سببا مباشرا في النصري يوم حنين فوجد بعد الموازنة أن استقرار الدولة الإسلامية أثقل وأهم ولذا أعطى المؤلفة قلوبهم ومنع السابقين الأولين من الصحابة ولقد تقبل كثير من الصحابة هذا الموقف ولكن هذا الفهم لم يكن عند الجميع بل غضبت مجموعة من الصحابة لهذا الفعل فقد شعرت مجموعة من الصحابة أنهم حرموا ما يستحقونه وكانت هذه المجموعة أغلبها من الأنصار فقد قضب كثير منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم من الخمس المملوك للدولة مع أنه أعطى بسخاء مجموعة حديثة العهد بالإسلام مع أنهم لم يقدموا شيئا للإسلام كما قدموهم ولم يشاركوا في تأسيس الدولة الإسلامية ولذا فقد كان لقولهم وزعلهم أثرا كبير وبالتالي انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا في المرات القادمة اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحشة ما ظهر منها ومن بطن اللهم آمين متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله أنا الإنسان أنا توافق الترام والسحاب والسنى أنا تتابع علمنا أنا البناء أنا الإنسان أنا أنا الإنسان برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر